هذه أبرز العناوين عزيز البودراوي يفرح الجماهر الرجاوية بخصوص إعادة مالانغو إلى الفريق الأخضار عجل وليدر جراغي يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربية تشيلسي يحسم في مستقبل حكيم زياش ويتخذ قراره النهائية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عزيز البودراوي يفرح الجماهر الرجاوية بخصوص إعادة مالانغو إلى الفريق الأخضار بدأ عزيز البودراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي بعد الاتصالات من أجل التمهيد لعودة بالمالانغو إلى القائعة الخضراء في المركات الصيف المقبل وأوضحت مصادر الرجاوي أن البودراوي سيستغل رغبة فريق الإمارات الإماراتية في تصريح مالانغو بنهاية الموسم الحالي لضمه إلى الرجاء وتواصل الرئيس الرجاوي مع وكيل اللاعب لديه علاقة كبيرة في دول الخليج من أجل التمهيد لعودة مالانغو لحمل قميس الخضراء في انتظار التفاوض رسميا مع مسؤول الفريق الإماراتية ويتجه البودراوي إلى التعاقد مع لاعبين في المستوى لتعزيز صفوف الرجاء بعد التشور مع اللجنة التقنية التي شكلها لتفادي الوقع في أخطاء المركات الصيف والشتوى السابقين وعد الرئيس الرجاوي بتوفير سيولة مالية مهمة من ماله الخاص للتوقيع على تعاقدة في المستوى الكبير وكان مالانغو يعتبر من أبرز لعب الرجاء وهداف الدور الاحترافية إذ نجح في فرض اسمه بالقلعة الخضراء قبل أن يقرر الرجاء بيعه لاستفادة ماليا في صفقة انتقاله التي بلغت حوالي 3 مليارات سنتيم عجل وليد رجراجي يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب المغربي كشف وليد رجراجي مدرب الوداد البيضاوي عن السبب وراء رفضه تدريب المنتخب الوطني في هذه المرحلة الحاسمة والقريبة من انطلاق العرس العالمي بدولة قطر أواخر هذا العام وحسب مصادر متطابقة فإن رجراجي رفض المقترح بسبب الفترة الزمنية الضيقة من أجل الاستعداد لنهائية كأس العالم وأكدت ذات المصادر أن رجراجي اعتدر للمغاربة في هذه الفترة مشيرا إلى أنه يفضل تدريب الأسود في المرحلة المقبلة بعد نهاية مونديا القطر في مقابل ذلك لم يصدر أي قرار رسمي من جامعة القجاعة بخصوص استمرار المدرب البوسني وحيد خلالوزيتش من عدمها على رأس قائمة المنتخب الوطني فيما كل التوقعات تؤكد على أن المدرب البوسني مستمر في تدريب أصود الأطلس خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الإقصائية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 تشيسي يحسم في مستقبل حكيم زياش ويتخذ قراره النهائي كشفت صحيفة The Athletic أن النادي تشيسي الإنجليزي سيستغني عن مجموعة من اللاعبين في المركات الصيفية من أجل إفساح المجال للصفقات الجديدة التي يطمح البلوس لإبرامها بتوصية ورغبة من توخيل ويتقدم حكم زياش قائمة اللاعبين المغادرين الذي لم يتمكن من إقناع توخيل إلى جانب عدم تأقلم المغرب مع أسلوب لعب المدرب الألماني وأشرت الصحيفة إلى أن رحيل الزياش يبقى قرارا منتظرا وفي صالح الطرفين سواء تشيسي الذي سيبحث عن تعويضه بلاعب أكثر تأثيرا أو زياش الرغف في السعادة النجومية التي حظي بها مع آيكس مستردام وافتقدها في لندن بالصوار الجماريكو المغربية تخضع لاعبين من المنتخب المغربي للتفتيش تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للأخوين صوفيان ونوردين أمرابط وهما رفقة بعض الجماريكيين بميناء طنجا وظهرت تنائي بسيارتهم وهما يخضعان للتفتيش من طرف الجماريك الشيء الذي حبده البعض على اعتبار أن المغرب سواسية في كل شيء دون محابة طرف أو شخص معين على البقية وفتش الجماريك سيارة التنائي كما هو الحال مع الجالية المغربية التي دخلت أرض الوطن مراكوش قبلة مشاهير الكرة والجزائريون غاضبون من زيارة محرز وسلمان للمغرب تحولت مدينة مراكوش إلى قبلة لمشاهير كرة القدم عبر العالم خلال الأوينة الأخيرة بعدما شهدت المدينة الحمراء زيارات متكررة من قبل مجموعة من نجوم العالم وعرفت عاصمة النخيل زيارة عدد كبير من أبرز لعب كرة القدم سواء تعلق الأمر بمحترفين مغارب أو أجانب وتوافد على مدينة مراكوش خلال الفترة الأخيرة كل من الدولة المغربية أشرف حكيمية وزميله في البيئس جاي كيليان بابيا وإدوارد كامافينكا لعب ريال مادر الإسباني وانجولو كانت لعب تشيس الإنجليزية وغيرهم من الأسماء الأخرى واختلفت أغراض الزيارات لدى نجوم كرة القدم سواء لسياحة والطرفية أو للاستثمار وصلة بزيارة اللاعبين الدوليين لمراكوش لم يستصغ مجموعة من الجزائريين تواجد كل من الدوليين رياض محرز وإسلام سليماني بالمدينة المذكورة ووجهت فئة من الجمهور الجزائري ومعها بعض وسائل الإعلام انتقادات اللادع لنجوم المنتخب الجزائري الذين تابع مهرجان مراكوش للضحك والذي يشرف عليه الكوميديا المغربي جمال دبوز خمسة وعشرون مليون للعب المنتخب الوطني للتتوج بكأس العرب خاصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحة بقيمة خمسة وعشرون مليون سنتيم لكل لعب من المنتخب الوطني داخل القاعة للتتوج بكأس العرب التي تصدفها السعودية بداية من الاثنين المقبل وسيحصل الناخب الوطني شمد كيك على مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسون مليون سنتيم في حال نجحه في قيادة النخبة المغربية للحفاظ على اللقب العربي الذي فازت به في النسخة الماضية بانتصاره على المنتخب المصري بأربعة أهدف للسفر في المباراة النهائية ويستهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة منافسة كأس العرب بالسعودية بمواجهة منتخب الكويت الاثنين المقبل مع العلم أن مجموعتها تضم كذلك منتخبي الصومال الذي سيواجه في المباراة الثانية ومورطانيا في الجولة الثالثة يشار إلى أن المنتخب الوطني داخل القاعة يحمل كذلك لقب كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمدينة العيون بانتصاره في النهائي على مصر وكان قد وقع على إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم داخل القاعة علما أنه انهزم بشق الأنفس أمام المنتخب البرازيلي بهدف للسفر مدير المنتخب الكويتي للفتصال نستهل رحلتنا في الكأس العربية بمواجهة حامل اللقب واعتمدنا على أسماء شابة لبناء جيل جديد أكد حسين حبيب مدير المنتخب الكويتي لكرة القدم داخل القاعة أن الهدف الرئيسي من الاعتماد على أسماء شابة في اللائحة المشاركة في كأس العرب التي تنطلق يوم غادن الاثنين في السعودية هو بناء جيل جديد وقال المسؤول المذكور في تصريح لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم نسعى لبناء جيل جديد بهذه الأسماء الشابة كما أننا اخترنا إراحة بعض العناصر التي اعتمدنا عليها في الألعاب الخليجية وغرب أسيا الأخيرة ويدشن المنتخب الكويتي رحلته في المصابقة العربية بمواجهة المنتخب الوطن المغربي غدا الاثنين بمدينة الدمام انطلاقا من الثانية عشر ظهرا ويتواجد المنتخب المغربي في مجموعة الأولى لكأس العربية للفوتصال رفقة منتخبات الكويت موريطانيا إلى جانب الصومال